كلها تتجدد القلوب بالإيمان والتقوى تتجدد العقول بالعلم والمعرفة يتجدد المجتمع بالتواصل والترابط والتآلف والتكاتف والتعاطف من أجل الله وحده صام الإنسان عن الحلال مدة الصيام شهرا كاملا فيه ليلة هي خير من ألف شهر هذا الشهر الكريم حل بنا وجاء إلينا بالهدايا والعطايا والتحايا به رمضان عما سواه في دين الإسلام الميزة الأولى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبئ وبعث في رمضان وشيء لست أدري لماذا يتغافل عنه المسلمون فلا يذكرون ذلك بلسان الشكر والحمد لله تعالى أن النبي محمدا نبئ في رمضان وبعث في رمضان فالنبوة الخاتمة أكمل الله به النبوات وأتم به الرسالات وفضله ومن معه على المخلوقات محمد رسول الله والذين معه أشداء على المخلوقات